اتفق معك تماما على ان الخلاص موضوع كبير وموضوع مهم المسيح قال ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه اقدر في ذات السياق اقول وماذا يدير الانسان لو خسر العالم كله وكسب وربح نفسه الخلاص اهم موضوع يشغل الانسان في فترة الحياة الحاضرة القصيرة بالمقابلة مع الابدية التي لا تنتهي اعتقد العاقل هو الذي يفكر اين سأكون في الابدية ستنتهي الحياة يوما الرابط ولا بعدت لكن ستنتهي اين سأكون في الابدية هل في السماء ام في مكان اخر وما هو هذا المكان الاخر اعتقد اذا كنا بنهتم ان احنا نعرف اذا كنا حنقوم برحلة اعرف انا بايح فين وجاي منين ورتبت اين للرحلة احنا كلنا مسافرين للابدية وعليه فالاستعداد للابدية امر في منتهى الاهمية ولا يوجد في فترة الحياة الحاضرة موضوع ينبغي ان يشغل العاقل المفكر قدر موضوع الخلاص